يعني لا بديل عن الفوز في مباراة سانداونز عندك لعيب تجهزين على مستوى كويس احنا نقدر نقول ايه ان في لعيبة مجهدة وجايين من يومين لتلاتة المطش والسفر والريح والجاي وحنقعد نقول الكلام ده ولكن احنا متأكدين ان انتوا هتموتوا نفسكم يوم السبت اللي جاي يوم السبت اللي جاي نحن لا ننتظر الا ان انت تموت نفسك النتيجة دي بتاعت ربنا دايما وزي ما بتكلم مع حضراتكم دائما هناك ثلاث نتائج مكسب خسارة تعادل ان شاء الله ربنا يا كريمنا ونقدر نكسب دي بتاعت ربنا لكن لو لا قدر الله حصل حاجة انا كجمهور بيهمني ايه يهمني ان انا اشوفك مموت نفسك في الملعب وانا متأكد ان انت لو موت نفسك في الملعب ربنا هيكرمك واحد اكسب مرسيل كولر وكلامه النهاردة في المؤتمر الصحفي انا بحييه برضو على كلامه في المؤتمر الصحفي لما قال ان هو ما بيستبعدش اي لعب بسبب اهدار الفرص وتكلم عن التدوير واشراك ستة لاعبين جدد في التشكيل النهاردة يعني فيه ايجابيات كثيرة جدا في مباراة اليوم زي ما قلت لحضراتكم لقطة احتفال كهرباء مع شاد حسين لقطة معبرة جدا 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 ورد واضح على كل هذه الاشاعات لهدفها هو هدف واحد فقط ضرب استقرار الفريق ضرب استقرار الفريق هو بيحاول يضربك من كل الجهات ولكن ستظل صامت وسيظل ان دي الاهلي صامت بعد توفيق ربنا بمسندة ودعم حضراتكم جمهوره انت الاهلي مفوش الكلام ده حضرتك اتخنقت هيتم عقابك وشكرا والموضوع انتهى وخش على بعده كل لعبة الاهلي محترمين واخلاقهم عالية